شهر هاتور فنقرأ في أول حدين في شهر هاتور بيتكلم عن كلمة الله اللي هي البزرة في مثل الزارع وقرينا مثل الزارع في أول حدين وتكلمنا عن كلمة الله اللي هي البزرة اللي ترامت في أراضي مختلفة وفي الأسبوعين اللي بعد كده بنتكلم عن التطبيق بتاع الناس اللي بتسمع كلمة الله في الأسبوع اللي فات شفنا التطبيق الأول عن التلمزة اللي يكون تلميذ والنهاردة بنشوف تطبيق عملي من خلال شخص جهل سيد المسيح سمع كلمة الله اترمد عليه البزرة كأرض وبنشوف في التطبيق دوت إيه اللي حصل في معهد الشاب الغني في الأحاد الثلاثة الأولين لقينا كلمة من له أذناني للسمع فليسمع اتقررت في القراءات أن أجي للأحاد الثلاثة الأولين وفي الحد الرابع بنشوف هذا الإنسان الشاب الغني اللي جي عشان يسمع كلمة الله ونشوف نفذها أو ما نفذهاش ذكر هذا الإنجيل اللي قالنا النهاردة في مرقص عشرة ونفس القصة تذكرت في متة 19 ولوءة 18 في مرقص عشرة بيقول عن هذا الشاب بيقول وفيما هو خارج إلى الطريق رقد واحد وجثى له سجد على الأرض وفي لوءة 18 بيقول وسأله رئيس كان رئيس وبيقول له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرض الحياة الأبدية جه السؤال دوت لهذا الإنسان الشاب السيد المسيح بيقول النهاردة في القراءة عن السيد المسيح لما شافه بيقول كلمة حلوة خالص بيقول ايه فنظر إليه يسوع وإيه وأحبه وبيقول في الآخر خالص السيد المسيح بص على هذا الشخص وأحبه وبيقول في الآخر خالص فاغتم على الشاب فاغتم على القول ومضى حزينا يعني نظر إليه يسوع وأحبه ده في البداية وفي الآخر اغتم على القول الشاب دوت ومضى حزينا هذا الشاب هو شاب غني لأنه مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة وكان رئيس من الرؤساء رؤساء الدين أو المجامع فكان له وقاره واحترامه وكان مؤدبا في تصرفه لما جيه وشاف السيد المسيح ويعلم أنه المعلم الصالح جث وكان مشطاقا للملكوت سؤاله ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية وكان حافظ للوصايا لما سأله وقال له على الوصايا قد حافظتها قد حافظها منذ حداثته منذ نشأته فيبدو أن هذا الإنسان إنسان يحفظ الكلمة يعرف الكلمة إنسان لي مركزه ووقاره في المجتمع إنسان مؤدب إنسان الله أعطاه غنى بركة وهذا الإنسان جيه لسيد المسيح النهاردة لكن كان هذا الإنسان ينقصه خمس حاجات هذا الإنسان كان ينقصه خمس حاجات وعشان كده سيد المسيح لما اداله الوصايا اداله الوصايا لما نيجي نشوف الوصايا لدهاله ادهاله برضو في خمس حاجات خمس نقط هذا الإنسان ينقصه خمس حاجات إيه هم الخمسة دول أول حاجة هذا الإنسان ينقصه إيمان صحيح أنه هو الله لما جي نداه وندى السيد المسيح وقال له إيه أيها المعلم الصالح أيها المعلم الصالح كل ما يعرفه عنه من ماجزات وأعمال وكل اللي يعرف عنه أنه معلم طبعا في معلمين كثيرين ينقصه الإيمان أن هذا هو الإله وهو صح واحد بيعلم كويس ومع أكثرهم المعلمين لكنه هو الله وعشان كده نلقى أن نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح لرسل وتلاميذ سابوا كل شيء ورحوا تابعوه ليه؟ مش عشانه معلم ولكنه عشانه يعرفه أنه هو الله الحاجة التانية اللي كانت تنقص هذا الشاب أنه كان جوه قلبه صنم كان جوه قلبه صنم كان ينقصه تحطيم هذا الصنم ينقصه تحطيم هذا الصنم كان هذا الصنم هو محبة المال محبة المال وكتاب يعلمنا أنه ما فيش إنسان يقدر يخدم سيدين الله والمال فيئم الله يئم المال لو جوايا صنم لو جوايا إله غريب في حياتي لو جوايا حاجة ابتبعدني عن ربنا محتاج أننا أحطم هذا الصنم قبل ما أتلمس وقبل ما أتبع السيد المسيح كان هذا الصنم هو محبة المال محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه وقوم ضلوا عن الإيمان كانت محبة المال هي الصنم يبقى أولا ينقصه إيمان ثانيا ينقصه تحطيم الصنم في قلبه ثالثا ينقصه تنفيذ الوصية هو يعرف الوصية هو يحفظها يحفظ الوصية يحفظها نظريا حافظ نظري ولكنه لا يحياها ولا يطبقها عمليا الوصية في فكره لكنها لم تأخذ مصارها إلى قلبه وإلى أعماله الوصية مجرد مبادئ أو وصايا لكن ما التمس التطبيق بتاحها أو ما شافز التطبيق بتاحها عشان كده السيد المسيح قال له على الحتة دي قال له إيه أنت إيه أنت تعرف الوصايا تعرف الوصايا مش أنت تحيا الوصايا أنت تعرف الوصايا كان ينقصه تنفيذ الوصايا الحاجة الرابعة في هذا الشاب كان ينقصه تأمين كنزه تأمين كنزه هو عنده كنز ربنا الدهوله على الأرض زي أي بركة ربنا بيديها الناس كتير المال نفسه مش خطية المال نفسه بركة ربنا بيديها لأناس كثيرين أعطاها لإبراهيم وأعطاها لإسحاق وأعطاها ليعقوب وأعطاها لداود وأعطاها لسليمان وأعطاها ليوسف الرامي وأعطاها لنيكوديموس أعطاها لناس كتير في الكتاب المقدس المال بركة لكن كان ينقصه تأمين كنزه لو سألتوا أين هو كنزك من الممكن يكون معايا مال وكنزي اللي بسع لي في هذا المال على الأرض لكن فيه ناس زي كل ناس اللي احنا شفناهم في الكتاب المقدس كان كنزهم في السماء فكان ينقصه تأمين كنزه اللي في السماء والحاجة الخمسة أنه كان ينقصه إدباع الراعي الصالح سيد المسيح لما بيقوله تعالى إدبعني يعني تعالى إدبعني ولا تدبع أهوائك ولا أفكارك ولا كنزك ولا طريقك كان ينقصه إدباع الراعي الصالح كان فيه إله صنم غريب جوه قلبه كان بيتبعه وكان ينقصه اتباع الراعي الصالة يبه هذا الشاب كان ينقصه ايمان كان ينقصه تحطيم الصنم في قلبه كان ينقصه تنفيذ الوصية كان ينقصه تأمين كنزه وكان ينقصه اتباع الراعي الصالة عشان كده الشاب دوت لما سألي السؤال ماذا اعمل لقارة الحياة الابدية السيد المسيح قال له في الاية اذهب باع كل مالك اعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء وتعال اتباعني حاملا الصليب قال له انت ينقصك خمس حاجات عشان كده عشان ترث الحياة الابدية محتاج خمس حاجات ايه هم الخمس حاجات دولة ده اول حاجة اذهب اذهب ودوت اول حاجة الانسان بيتبع الله او عشان يرس الحياة الابدية يذهب في طريق التوبة يعني غير طريقتك غير طريقتك من الآخر والتوبة في معناها تغيير وكلمة مطانية اصلا اللي احنا بنكررها كلمة مطانية اللي هي السجود معناها تغيير في الفكر تغيير في الفكر اذهب غير فكرك غير البلان اللي انت عايش به الانسان اللي بيمشي في طريقه اللي هو كان ماشي فيه ومش هيقدر يغير الطريق دوت عمر ما هتكون البداية بتاعته هتكون صعبة هتكون البداية بتاعته صعبة عشان كده في ملاك كنيسة افسوس في سفر الرؤية في اول كنيسة من الكنيسة السبع ربنا بيوصيه وصية مهمة بيقوله ايه اذكر من اين سقطت وتوب عاوز تتوب اذكر من اين سقطت وتوب يعني الخطوة الاولى اذكر من اين سقطت ايه اللي معطل توبتك ايه اللي واقف قدامك عشان خطر تتوب الانسان يراجع نفسه بيقوله اذهب عيش بالتوبة اذهب غير طريقتك غير فكرك واذهب عيش بالتوبة يبقى الخطوة الاولى اذهب اذهب يعني ايه توبة فيها توبة والخطوة الثانية بيقوله بيع كل ما لك بيع كل ما لك وبيع كل ما لك عارفين ان دا كان ايه كان صنم محبة المال كانت صنم جواه بيقول له باع كل ما لك يعني ايه يعني تحرر من الاله الغريب او من الصنم اللي في قلبك تحرر بقى من الاله دو عاوز تتبعني ما ينفعش انا و اله غريب ما ينفعش انا و محبة المال فانت الاول اذهب وسانيا تحرر من هذا الصنم اعيش حياة الحرية اعيش حياة الحرية عشان خاطر ما تحملش سيدين يا اما المال يا اما انا المال اللي انا اديتهه لك اديتهه لك بركة عشان يخدمك مش عشان يكون سيدك عشان يخدمك في حياتك ربنا اداه لابراهيم عشان يخدمه في حياته وربنا اداه ليوسف الرامي عشان يخدمه في حياته اداه لناس كتير عشان يخدمه في حياته فالمال مش غلط لكن محبة المال لو تحولت إلى صنم قال له الوصية التانية الحاجة التانية أنك باع كل ما لك لأنك أنت عبد لهذا المال عبد لهذا السيد فأنت محتاج تتحرر من هذا المال أو من هذا السيد الخطوة الأولى اذهب والخطوة الثانية باع كل ما لك والخطوة الثالثة بيقوله إيه أعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء أعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء يعني توبة حرية والحاجة الثالثة عطاء الإنسان الذي يعطي بيفرح وعشان كده بيقول في كتاب مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ لأن المحبة تعطي والإنسان الذي يعطي بيفرح ويعطي الفقراء فيكون له كنزا في السماء ونلقى فقراء وسماء اللي اتنين دايما بيكون لهم علاقة ببعض أعطي الفقراء على طول بيتحول العطاء ده لكنزا في السماء قديس رحانا ده هابي الفم بيقول أن الفقراء هم حراس الملكوت الفقراء هم حراس الملكوت يعني عاوز أدخل الملكوت ما هو لازم أتشك مع الحارس الأول عشان أدخل لازم يكون ليعطاء للفقراء أعطاء الفقراء مش بس مرتبط في وقت الصوم في الوقت ده أعطاء الفقراء مرتبط بحياتي كإنسان مسيحي يطبع الله كل حياتي وأعطاء الفقراء أو أعطاء بسفة عامة مش بس مخصص للمال لكن حتى الوقت ساعات كتيرة وخصوصا الوقت في الأيام دي وفي الوقت دوت الوقت نلاقيه دي مش ملاحق يعمل حاجة فتخيلوا الإنسان اللي بيدي من وقته عشان يساعد غيره ده كإنه أدى أموال كتير والعطاء مش بس في العطاء نفسه كوقت أو كمال لكن كمان في المشاعر اللي مرتبطة بهذا العطاء هل أنا بقعطي وأنا متزمر هل أنا بقعطي وأنا فرحان مغبوط هو العطاء أكثر من الأخ فبيقول له بيقول لهذا الشاب أنت محتاج أولا أن تذهب أي أن تتوب باع كل ما لك حطم أوثانك وأصنامك الداخلية وتحرر محتاج حرية أعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء محتاج تأمن كنزك مش على الأرض في السماء وعشان تأمن كنزك في السماء تعطي الفقراء وبعد كده تعال ايه اتبعني تعال اتبعني وتعال اتبعني هي دي الوصية هي دي حياة الوصية هي دية الوصية وكتاب المقدس تعال اتبعني يعني مش عاوزك تعرف الآيات وتعرف القصص بتاعت الكتاب المقدس وتعرف المعلومات تعال اتبعني يعني عايزك تعيش الوصية عاوزك تطبق الوصية في ياما وعاز كتير وياما ناس كتير بتدي دروس لكن فعلا الإنسان اللي بيكون طبق الوصية في حياته بيكون هو فعلا الإنسان اللي هو بيعكس الوصية دية في حياته من خلال تطبيق عملي مش من خلال عيزة أو من خلال درس في مزمور 23 مزمور الراعي بيقول ايه حتى انصرته في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي لما أتبع خطوات السيد المسيح حتى لو فيه شر حتى لو فيه أعداء في وادي ظل الموت لكن لا أخاف شرا طالما بأتبع الوصية مهما كان اللي حولي مش هيبقى فيه خوف وكلمة اتبعني الوصية دية قالها السيد المسيح لكل تلاميذه لتلاميذ كتير قالها للاوي لما راح له مكان الجباية وقال له اتبعني ما تكلمش ترك كل شيء وراح وتبعه وصار لاوي هو متى الرسول هو أحد الإنجليين الأربعة كاتب أول إنجيل واللي زهب يبشر في بلاد كثيرة يبشر في بلاد أثيوبيا ويبشر في بلاد كثيرة وكان هذا تلميذ وأيضا كلمة اتبعني قالها سيد المسيح لتلاميذ لبطرس واندراوس ويعقوب ويحنى وطركوا كل اللي في ايديهم وتابعوا السيد المسيح عشان كده في نفس الإنجلي النهاردة بطرس الرسول بيذكرنا باللي قاله بيقول ايه بيقول ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فعشان كده بقى السيد المسيح بقى قاله ايه لا في حاجة تاني بعد كده قاله اذهب محتاج توبة باع كل ما لكه محتاج حرية أعطي الفقراء محتاج عطاء وتأمين كنزك في السماء تعال اتبعني محتاج أن تنفذ الوصية ولا أن تعرفها فقط طيب وبعد كده آخر حاجة بقى قاله ايه حاملا الصليب حاملا الصليب احنا عارفين ان التبعية فيها تبعية لسيد المسيح فيها صليب حاملا الصليب في حياتي جهادي الروحي اليومي الانسان الذي يحمل الصليب هو الانسان الذي يشابه سيده هو الذي يشابه السيد المسيح نفسه الذي حمل الصليب كل إنسان كل قديس بنقرأ عنه في السنكسار وكل قديس بنقرأ عن حياته ما كانتش تخلو حياته من صليب ما كانش فيه موضوع صليب ما كانش ما فيش قصة أريناها إلا ما كان فيه صليب في حياته يا إما الصليب كان لتعب أو اضطرابات أو أمور خارجية يا إما الصليب كان أمور داخلية أو مرض أو تعب أو جهاد وده كان كله جهاد يومي حاملاً الصليب وعشان كده في فترة الصوم وإحنا بنجاهد جهاد يومي بنجاهد في الصوم نتذكر أن من قوانين الصوم اللي إيه؟ أن كل إنسان يجاهد يضبط نفسه في كل شيء كل إنسان يجاهد يضبط نفسه في كل شيء النهاردة الشاب الغني اللي كانت تنقصه الخمس حاجات النهاردة السيد المسيح بيقوله أنت المفروض تتبع خمس حاجات عشان خاطر ترس الحياة الأبدية محتاج أن تذهب يعني توبة محتاج أن تبيع كل ما لك يعني حرية من أي صنم جوه قلبك محتاج أن تعطي الفقراء يعني تأمن كنزك في السماء محتاج أن تتبعني يعني تعيش الوصية وتنفذها ولا أن تقرأ عنها وتعرفها فقط ومحتاج أن تحمل الصليب يعني تعيش في جهاد روحي جهاد يومي هذا الشاب الغني اللي في الآخر مقدرش على هؤلاء الخمس حاجات مضى حزينا لكن قصته بتعلمنا كل ما نقراها أني عشان أرث الحياة الأبدية سواء أنا شاب يعني لسه في نشاطي وحيويتي أو أنا مش شاب محتاج أن أنا الخمس حاجات دولة لازم يكون قدامي السيد المسيح لما بيقول له بيقول له على حاجة كده بيقول له ما أعصر دخول الايه المتكلين على الأموال ما أعصر دخول المتكلين على الأموال مش ما أعصر دخول الأغنياء مثلا إلى ملكوت الله الله يعطينا حياة التوبة حياة الحرية حياة تنفيذ الوصية أن نعيش بيها والجهاد الروحي حتى نرث الحياة الأبدية له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الآباد أمين أمين أمين